نعم طيب يا دكتور سؤال آخر حضرتك يعني للتاريخ انت حصلت يعني بحدود أكثر من 8000 ونص إلى 9000 صوت في 2014 وانت ما شنتم سويد دعاية والعبادة كانت حقق بحدود 500 صوت وانت الآن ترفض سويد دعاية ليش ما سويد دعاية أنا أردت أسأل يعني انت الوحيد بالعراق اللي ترفض سويد دعاية يا رجل ليش ترفض لا أستاذ أنور الفكرة الأساسية أنني بسبب ظهوري المتكرر في الإعلام لست بحاجة لأن أتحدث إلى الجمهور بشكل مباشر يعني الجمهور يعرف تماما طبيعة الأفكار التي أدعو لها منذ ربما على الأقل منذ 2003 حتى هذه اللحظة وبالتالي أنا لست بحاجة لمؤتمرات انتخابية وما إلى ذلك الأمر الثاني المهم هنا أنه يعني أنا دائما أقول أنه انتخابات في العراق ليست انتخابات برامج سياسية ومع هذا أنا شخصيا برنامج السياسي معلن ومطروح من خلال عشرات ممئة آلاف اللقاءات التلفزيونية وعشرات أو مئات الدراسات والمقالات والكتابات وبالتالي المتابع ليحي الكبيسي يعرف تماما ما هي طبيعة الأفكار التي يطرحها يحي الكبيسي الأمر الثاني المهم أن تحالف القرار كتحالف قد طرح برنامجا سياسيا وبالتالي من لديه الرغبة الحقيقية في معرفة البرنامج السياسي للقرار العراقي يستطيع أن يعود إلى هذا البرنامج وهو مطروح ومنشور ولكن أيضا أقول دائما أن الانتخابات في العراق لعوامل عدة ليست انتخابات برامج سياسية وإلا كل القوى السياسية تطرح برامج وردية ولا تتعاطى معها بعد الانتخابات يعني هي مجرد ورقة إنشائية تطرح لأغراض انتخابية ولا يلتفت إليها أحد لاحقا أذكرك بحالة شهيرة يعني حتى البرامج الحكومية التي يجب أن تحاسب الحكومة بموجبها لا يلتفت إليها أحد عد إلى البرنامج السياسي الذي طرحه السيد حيدر لعبادي في عام 2014 عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء لم يتم تنفيذ ربما خمسة بالمئة من هذا البرنامج ولكن لا أحد يسائل السيد لعبادي لا البرلمان ولا الوزارة ولا ذلك بالتالي أنا أعتقد ما زلنا في العراق بعيدين عن موضوع البرامج الانتخابية ومحاسبة القوى السياسية على أساس البرامج الانتخابية الجمهور في العراق يريد نتائج يريد عمل ملموس على الأرض أعتقد هو يستطيع أن يحاسب على هذه الأمور وأنا أعتقد هو اليوم سيحاسب على هذه الأمور بشكل جيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر